كما أكد الوزير شكري استمرار مصر في فتح معبر رفح البري الوفائي بالتزامات القطع الإنسانية الملحة وكشف شكري أنه سيكون هناك تحرك سنائي وفي شكل مجموعة لتخفيف حدث الصراع وحماية المدنيين والمطالبة بحماية المؤسسات الأممية والانخراط مع الدول الفاعلة للوصول لإنهاء هذا الصراع طبعا من جانب فمسر تتحمل مسؤولية خاصة ومنذ البداية أكدنا استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية ويظل المعبر مفتوح حتى نوفي بالاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة لكن في إطار التنسيق فيما بين الدول العربية بالأمس وصدور القرار فسوف يتم التحرك على المستوى الثنائي وعلى مستوى مجموعات من الدول لتعامل مع هذا الوضع لتخفيف حدة الصراع وإنهاء حماية المدنيين والمطالبة بتفعيل مسؤوليات المؤسسات الأممية في هذا الشأن سواء من الناحية الإنسانية أو من الناحية السياسية اشتركوا في القناة